قضية من خلال كلامات قضية الفجوة الموجودة بين الآباء والأبناء وقضية نظرة الآباء إلى الحياة وكيف يتعاملون معها لا يزال هناك بعض الآباء يصعب إقناعهم بأن الوضع أو الوقت تغير أن الواقع المعاش يحتاج إلى تطوير في طريقة وفي التعامل لأن الآليات التي يتعامل معها الولد غير الآليات التي تعامل لكن لا يزال يصر بعض الآباء أن هذه الآليات هي التي خربت الأولاد وطلعتهم عن جادة الصواب وهو يصر على أن منهجه هو الصح هل تعتقد أن هذا الإصرار صحيح أولا؟ وهل إن لم يكن صحيح هل سيؤدي بالنتيجة إلى أن يخسر الأب ولده في التعامل نعم هناك أثر يغيروا عن سيدنا علي أو غيره يعني ربوا أولادكم ليس كما رباكم أباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم زمان أولادنا غير زمان نحن أصلاً بحياتنا هذه الحياة تغيرت علينا بشكل فضيعي كل يوم يدخل علينا من الوسائل ومن الشكل متسارع نعم بشكل متسارع له أكثر مننا تعالي يا ابني حلي هذه المشكلة وهم يحلونها دليل على أن الحياة تغيرت وهم يعيشون في زمان غير زماننا فعلينا أن نحدث بأساليبنا وإلا سنصبح يعني كالمادة المنتهية الصلاحية أبناؤنا سيتجاوزون ويسبقون ترجمة نانسي قنقر